السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب العزاء محاضرتنا لهذا اليوم محاضرة بسيطة جدا خاصة بمناهج أو موضوع المعادلة التفاضلية الجزئية محاضرة اليوم بعنوان المعادلة التفاضلية الجزئية من الرتبة الثانية والأنماط الأساسية احنا سابقا اخذنا المعادلة من الرتبة الثانية ما أقصدار محاضرة intuitively مع الرتبة الثانيةahahaha سابقا تكون حول الايام بالقاط التفاضلية الأ cena بالأمامREW طبعا الصيغة العامة بآديه Chan زاد بي اس زاد سي تي زاد ار اوف اكس واي زاد بي كيو هاي دالة طبعا. الاي والبي والسي ايضا دول. حيث ان اي وبي والسي مثل ما نلاحظ دول مستمرة بالنسبة لكس واي. في منطقة مثل ار في المستوى اكس واي. طبعا المشتقات الار والاس والتي هم مشتقة هم عفوا المشتقات اه من الدرجة الثانية. طبعا احنا موضوع الاساسي او محاضرتنا هذا اليوم هي التصنيف او الانماط الاساسية لهذه المعادلة نرتب الثانية. فرح تصنف هذه المعادلات الى ثلاث انماط اساسية او ثلاث انماط رئيسية هي اول. تكون معادلة قطع زاد او قطع مكافئ او قطع ناقص. بالاعتماد على ما يلي. تكون معادلة قطع زاد اذا كانت بي تربيع ناقص اربع اي سي اكبر من صفر. او تكون معادلة قطع مكافئ إذا كانت B-4IC تسعيننا صفر أو تكون معادلة قطع ناقص إذا كانت B-4IC أقل من صفر فالمعادلة تكون قطع زائد إذا كانت أكبر من صفر بالاتجاه الموجة يعني أكبر فتكون زائد إذا بالاتجاه الثالب يعني أصغر فتكون قطع ناقص طبعا ويتحاو سهلة ومفهومة وإذا تسعيننا صفر حتكون قطع مكافئ طبعا قيم A و B و C هي من المعادلة حيث أن منوعادة الأساسية أو رئيسية الأصلية حيث أنه هي معامل للـR عشنو هي العار؟ هي مشتقت ثانية للـD بالنسبة لـX يعني ZXX أو D تربيع Z أو6D X تربيع يعني مشتقة ثانية بالنسبة لـZ و B هي عشنو؟ هي معامل S الـS هي عشنو؟ هي المشتقة ثانية للـD بالنسبة لـX أو الأولى والثانية بالنسبة ل props يعني نشتق Z او عفوا Z X Y احنا هنا ما مهم اشتقاق هنا موضوعنا مو اشتقاق بس ايجاد معاملات R اللي هي Z X X او D تربيع Z over D X تربيع B اللي هي معامل S اللي S هي مشتقاق ثانية ل X بعدين Y يعني نشتق ب X بعدين Y وال C هي معامل T T هي Z Y Y او D تربيع Z over D Y تربيع هذه هي المعادلة والصغرة وكيفية تصنيف الى ثلاث انماط بالاعتماد على قيم A و B وسيء اللي هي المعاملات رح نشوف رح ناخذ المعادلة ونصنفها مثل ما نلاحظ بالامثلة الاتية مثال اتي طلاب العزاء صنف المعادلات تفضلية جزيل الاتية اولا Z X X طبعا نشن نعرفون موضوع تصنيف او الماط يعني نصنف المعادلة الى قطع مكافأ او قطع زادة او قطع ناقة نشوف المعادلة من الرتبة الثانية وهو عقل لنا صنفه الى انماط او صنف المعادلات الثلاثية المهم اشو يعني عن الرتبة ثانية يعني مشترقة ثانية Z X X يعني هذا هو ال R تمام وهذا ال S اللي هي Z X Y وهذا ال T فنلاحظ معاملاتهم هي ما يعني ال A بما انه ما اكو رقم او ما اكو معامل او ما اكو عدد يمل Z X X اللي هي ال R هنا يعني ال A هي واحد وال B اللي هي معامل Z X Y اللي هي S نحظة ايضا واحد يعني ما اكو رقم الماء وال C اللي هي معامل Z Y Y اللي هي T اثنين لا سالب اثنين لأن عدنا الصغة الاساسية هي A R زائد B S زائد CT فزائد فمن كل اشارة سالبة يعني المعامل هو سالب فناخذ الرقم و اشارته فيكون سالب اثنين فحتى نعرف اذا كان او نصنف المعادلة اذا كانت قطع زائد او ناقص او مكافئ لازم نكتب الصغة من المعادلة اللي هي B تربيع ناقص اربعة A C ونعوض عن A و B و C ونشوف هل هي سالب صفر او اكبر من صفر او اصغر من صفر فنعوض عن قيمة B بواحد صير واحد تربيع حسب التعويض بالقانون ناقص اربعة في A اللي هي واحد في C اللي هي سالب اثنين واحد تربيع واحد سالب اربعة في واحد سالب اربعة في سالب اثنين سالب 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 اثنين في اربعة ثمانية ثمانية زائد واحد سالب اثنين اكبر من صفر او هي اكبر من صفر اذا المعادلة هذه راح تكون معادلة قطع زائد مثال اخر طلاب ZXX ناقص اثنين ZXY زائد خمسة ZYY ثامين ستة نلاحظ هنا A اللي هو معامل ZXX او معامل R هو واحد والB هو سالب اثنين والC هو خمسة معلنا بالطرف الآخر طلاب نجي نعود بمعادلة حتى نشوف B تربع ناقص اربعة ي C صير سالب اثنين تربع اربعة ناقص اربعة في اي اللي هي واحد في C اللي هي خمسة فسالب اثنين تربع اربعة اربعة في واحد اربعة في خمسة عشرين فاربعة ناقص عشرين راح تكون سالب ستة عشر اقل من صفر يعني السالب من اشارة سالبة يعني اشنو اشارة سالبة يعني القطع او اصغر من صفر يعني القطع او معادلة راح تكون معادلة قطع ناقص مثال آخر راح نأخذ أيضا ZXX نقص 4 ZXY زاد 4 ZYY سنونا الثنين ZY ما علينا بهذا الطرف قلنا نجد معاملات اللي هي أي معامل R اللي هي ZXX واحد والB هي سالب أربعة والC هي أيضا عفون هي أربعة المعووض B تربيع نقص أربعة يسي الB هي سالب أربعة تربيع 16 نقص أربعة أي هي واحد فاصل أربعة في واحد في C هي أربعة أربعة في واحد أربعة في أربعة 16 فال16 نقص 16 نساوي أنها صفر اللي هي معادلة قطع مكافئ فإنها صفر فنلاحظ أن معادلة أو صنف أو صيغة المعادلة آتية أو المعادلة هي نصنفها كمعادلة قطع مكافئ المثال آخر طلاب أيضا وي زت أكس أكس زاد زت واي وي تساوي أنها صفر تبه يامي نلاحظ أن معامل زت أكس واي لي هو بي ما موجود يعني أحنا مقلنا أي زت أكس أكس زاد بي زت أكس واي زاد سي زت واي وي تساوي أنها صفر هنا الحد الوسطي ما موجود أكيد يعني ما المشتقة أو زت أكس واي هي الصفر لازم يكون معاملة صفر فمعامل زت أكس واي اللي هو بي يساوي صفر أيضا أن معامل زت أكس أكس اللي هو أي هنا يساوي قيمة متغيرة لأكس أو واي يعني قيمة متغيرة يعني رح نجي نحدد قيم أي وبي و سي الأي هي واي والبي هي صفر لأن ما يكون حد كلته فالبي أو المعامل رح يكون صفر والسي رح يكون واحد نجي نعوض معادلاتنا اللي هو بي تربيع ناقص أربع السي بي تربيع اللي هي صفر فصفر رح يروح يبقى أنه سالب أربعة أي إلى أي هي قيمة واي في سي واحد فصر سالب أربعة في واحد سالب أربعة في واي سالب أربعة واي تبه يمي بهذه الحالة احنا ما رح نعرف هاي إذا كانت أكبر من صفر أو أقل من صفر أو تساوي النصفر فإيش رح تكون عدنا شوف في هذه الحالة رح نعتمد على قيمة واي إذا كانت الواي المتغير هنا أكبر من صفر يعني موجب هذا يعني أنه بي تربيع أو السالب أربعة واي من رح نعرف الواي الواي موجب في سالب رح تبقى سالب يعني إن بي تربيع هذا كلته ناقص أربعة إي سي رح يبقى أقل من صفر ليش لأن السالب أربعة الواي مهما كان قيمته عددية ما مهم بش هو موجب موجب واي فيصر سالب في الموجب سالب وبهما كان حاصل ضرب أربعة في واي مهما كانت قيمة واي هو رح يبقى سالب رح يبقى أصغر من صفر فإنه المعادلة رح تكون معادلة قطع ناقص الآن رح ناقص حالة الواي الأخرى إذا كانت الواي أقل من صفر يعني إيش رح يكون يعني السالب أربعة الواي مهما كانت قيمته العددية بس إنه إشارة تسالب فصر سالب واي سالب في السالب رح تكون موجب أربعة في واي أربعة واي مهما كانت قيمة وي من تضرب في أربعة خلي يطلع مية خلي يطلع عشرين خلي يطلع واحد المهم هي طالعة قيمة موجبة أقصد به يعني أكبر من صفر فإن معادلة أو المعادلة رح تكون معادلة قطع زاد الآن رح نأخذ الحالة الثالثة والأخيرة اللي هي ثلاث حالات ممكنة للقيمة وي أي متغير ممكن أن يأخذ ثلاث حالات فقط أما قيمة موجبة وقيمة سالبة أو صفر أخذنا الموجبة وخذنا الحالة السالبة إذا كانت قيمة وي سالبة رح نأخذ إذا كانت قيمة وي سالبة فنعوض به هذه الصيغة فصير سالب أربعة في صفر أي كما يفي صفر رح تكون صفر فإن البيتر بي ناقص أربعة إيسيت ساوينا صفر فإن المعادلة رح تكون معادلة قطع مكافر فنلاحظ أنه هاي المعادلة أو هاي المعادلة أخذت لثلاث حالات ليش؟ رح نشوف في الملاحظة العاتية المعادلة الأصلية قد تأخذ لنمط ثلاثة في منطقة التعريف يعني قد تأخذ لنمط ثلاثة يعني النمط إذا كان قطع مكافر أو إذا كان زاد أو ناقص أو مكافر وذلك إذا اعتمدت أحد المعاملات أو المعاملات اللي هي A و B و C مثل ما هنا المعامل A اعتمد على على ما اعتمد على قيمة المتغيرات المهم اعتمد على قيمة متغيرة ما اعتمد على قيمة ثابتة إذا كان أحد المتغيرات أو اثنينهم أو ثلاثة اعتمد على قيمة متغيرة فأن المعادلة تأخذ الحالات الثلاثة في تلك المنطقة أما إذا كان قيمة A و B و C ثوابت فأن المعادلة الأصلية تأخذ أحد الحالات الثلاثة لقيمة X Y في المستوى أو في تلك المنطقة مثال آخر والأخير رح نأخذ بموضوع اليوم أو محاضرة اليوم أيضا نصنف المعادلة الآتية D تربيع Z over D X تربيع يعني أقصد ب Z X X اللي هي ال R زاد نحظر أنه X تربيع في D تربيع Z over D Y تربيع يعني Z Y Y أيضا Z X Y ما موجود يعني معامل الصفر اللي هو ال B طبعا إذا كانت المعادلة ما مرتبة طلاب ترتبوها يعني إذا هذا قبل هذا أو هذا قبل هذا مو رأس أن تأخذ القيمة الأولى هي قيمة A والقيمة الثانية قيمة B وهكذا بترتبون وتشوفوا أن إذا كان حد مفقود يعني معامل الصفر وتحددون قيمة A و B و C فA هنا قيمة واحد ال B قيمة صفر وال C هو قيمة X تربيع نعوذ من المعادلة B تربيع ناقص 4 A C تساوي أن B هي صفر فرح يكون صفر تربيع هي صفر ناقص 4 اللي قيمة واحد يعني 4 في 1 اللي C قيمة X تربيع فتصير سالب 4 في 1 4 في X تربيع سالب 4X تربيع أيضا رح تعتمد على الحالات الثلاثة لـ X لأن عندنا متغير بس انتبه هنا عندنا ناقص 3 تربيع شوف اش رح يختلف إذا كان X أكبر من صفر بما أنه X متغير وما يقبل بس ثلاث حالات أما موجبا اللي هو أكبر من صفر أو سالبا اللي هو أقل من صفر أو يساوي صفر المهم إذا كان X أكبر من صفر فأن تربيعه هو موجب موجب من يتربع يبقى موجب فأن X تربيع أيضا أكبر من صفر فراح يكون سالب 4 في موجب سالب في الموجب يبقى سالب اللي هو أقل من صفر فيبقى سالب 4X تربيع أقل من صفر إذن البي تربيع اللي هي الساوة سالب 4X تربيع هي رح تكون أقل من صفر فبي تربيع ناقص 4C راح تكون اقل من الصفر فان المعادلة هي معادلة قطع ناقص الحالة الاخرى راح ناخذها اذا كانت اكس اصغر من الصفر وولا اخذناها اكبر هاي راح ناخذها اصغر فاحنا عدنا مو اكس واحدة تربيع فنربعها بعدين عاوضها ونشوف مثل ما عنا بالحالة الاولى فاكس تربيع راح تكون اكبر لو اصغر بما انه هي سالب السالب التربيع الشي صغير له موجب فيبقى اكبر من صفر فراح يكون حال وحال هذا يعني سالب اربعة فيه ايضا موجب راح يبقى مو سالب في الموجب راح يكون سالب اللي هو اقل من صفر اذا البي تربيع ناقص اربعة يسي اللي هي سالب اربعة عكس تربيع اقل من صفر ايضا راح تكون اذا معادلة قطع ناقص في الحالة الثانية هنا مو مثل المثال السابق هنا لان تربيع والتربيع عفوا ان السالب بالتربيع راح يبقى موجب او راح يكون موجب فراح يكون حالة حالة قبلها المهم اذا كان هنا اكس يسالنا صفر فان التربيع مثل ما عقولنا ربع الطرفين X تربيع يساوي انه صفر لانه صفر فسالب 4 X تربيع سالب 4 في صفر سالب 4 هنا في صفر رح يكون صفر فان ال B تربيع نقص 4 C رح تساوي صفر فان المعادلة هنا هي معادلة قطع مكافر هذا هو موضوعنا لليوم طلاب او محاضرة اليوم اللي هي تصنيف المعادلة التفاعلين جزئة من البطمة الثانية فيما اذا كانت معادلة قطع زاد او ناقص او مكافر نشكركم ونحسن ازغاركم